بقى بعد ما الواحد يقدر يعني بعد ما حصل مسألة ان الواحد يقدر يروح لأماكن مثلا جوه المول ألاقي فيها جزء كبير جدا لمصلحة الأحوال المدنية أطلع منه الأوراق اللي أنا عايزها وحتى التانية أقدر أروح أرخص فيها العربية وأعمل الفحص الفني وما إلى ذلك أنا بقيت أتوقع قرارات كتير في منتهى الذكاء الاجتماعي من وزارة الداخلية حقيقي يعني لأن الحاجات دي يعني على سبيل مثال أنا النهاردة كنت علشان لو أنا عايز أطلع مثلا شهادة ميلاد لحد من ولادي يبقى أنا لازم هصحن الصبح بادري وهروح على فرع المصلحة اللي أنا تابع لي لعشان أطلع الورق دلوقتي لا تقدر تطلع من أماكن قريبة جدا من البيت تقدر تطلع كل هذه الوسائق يعني وما إلى ذلك بما فيها البطاقة وهكذا نطلع تبطأت بنتي كده بالمناسبة يعني فبقيت مبسوط جدا بالنوع ده من الخدمات أولا لأنها الأماكن حلوة جدا ومحترمة والموظفين زي الفل والأماكن شديدة النظافة شديدة النظام حاجة مية مية وبقت قريبة جدا من أماكن كتير من مناطقنا السكانية يعني لن تجد مكان في المدن الجديدة اللي احنا على واحد ناس من بتوع 6 أكتوبر فعندي تقريبا مكانين أو 3 أقدر أروح أطلع منهم هذه الأوراق ألاقي أنه الداخلية الحقيقة مشكورة مستمرة في هذا النوع من تقديم الخدمات أو تقديم أفكار جديدة أو تقديم تيسيرات جديدة زي بالظبط النهاردة ده كان قرار ميسر وحلو ومهم والواحد يشد على أيديهم في هذا القرار قررت وزارة الداخلية استخراج أوراق الثبوتية زي وسائق الصفر تصريح العمل بالمجان للأشخاص من أصحاب الإعاقة البصرية اعتبارا من النهاردة صبح يوم السبت ولمدة أسبوع على مستوى الجمهورية مجانا وده بمناسبة اليوم العالمي للمكفوفين الداخلية بتعمل الحاجات اللي زي كده ليه؟ بتعمل ده لأنه هي بتوري لك أنه في النهاية خلص إحنا وزارة للداخلية أي كل ما هو متعلق بشؤون المواطن وأوراق ثبوتية والخدمات المدنية والترخيص كما إحنا فهمين بالتأكيد وفكرة تأمين المواطن والشوارع والبيوت والطرق زي المور في حاجات كتير لكن كمان خد بالك شوف إزاي ماشيين على الخط بتاع مثلا اليوم العالمي المكفوفين يبقى الداخلية يبقى لها هنا لمسة يحصل مناسبة أخرى هتلاقي الداخلية لها لمسة أخرى فكرة التيسير والتسهيل ومواكبة ما يحدث دائما تيجي تقولي مصر ما تغيرتش كل حاجة في مصر بتتغير ولسه هتتغير أكتر واللي بقوله لك تاني هي بتتغير للأفضل مهما كان كم الشائعات اللي هتعد تطلق طول الوقت هو مش عايزي يا جماعة الناس دي مش عايزة حاجة من حضراتكو غير إنها هتنكد عليكم وبس يعني إيه مصلحته من هم ينكدوا علينا عم يوسف أقولك والله مصلحته إن هو ينكد عليك إن حضرتك تبقى متدايق حضرتك تروح الشغل ما تشتغلش حضرتك تبقى طول الوقت محتقن حضرتك تبقى طول الوقت غضبان حضرتك تبقى طول الوقت مش راضي مهما تعمل هتفضل طول الوقت مش راضي هتقولي طبعا ليه اللي مش هيرضين طالما الحاجات حلوة هقولك مهوسياتك بتروح نحية الشائعة وأنا شرحت لك قبل كده كلنا هذا أو ذاك الرجل يعني أي نفس إنسانية هتذهب إلى تصديق السلبي للإيجابي طول الوقت خد بالك البشر البشر كذبوا أشرف الخلق جميعا يعني كذبوا كل الأنبياء كذبوا كل الرسل وما صدقوهمش برغم كل المعجزات كل نبي وكان ليه معجزات وبردو كانوا بيكذبوهم البشر لازال فيه في وسطهم حتى هذه اللحظة ناس رفضة لوجود الإلهي بتقول أصلي مش موجود ولا عزو بالله لا إله إلا الله إنت متصور دي نفس البشرية للأسف الشديد علينا إن إحنا نعمل إيه إن إحنا نجلي نسقل طريقة تفكيرنا فنبقى زي الآخرين اللي صدقوا الأنبياء نبقى زي الآخرين اللي آمنوا برب العزة على اختلاف الديانة مش ده موضوعي بالمناسبة يا طيب يعني أنت عايز تقولي عايز تقول إن الدولة زيها زي الإله زي زي لا الدولة بشر عاديين زي وزيك بس هنا يحكمنا إيه دايما المنطق المنطق بيقول حصل كذا نراه رؤ العين ما ينفعش نقرر بإرادتنا نعمل نفسنا مش شايفين ونسيب نفسنا لفيسبوك تويتر تيك توك مش عارف إيه كل وياما هيطلع حاجات تاني الشائعة وإنت بتقراها وإنت بتقراها بس خد بعضك ويعمل سيرش على جوجل وتأكد الكلام ده صح ولا الكلام ده غلط الموضوع ما بيخدش منك دقايق بالمعنى الحرفي لكلمة دقايق دقايق ما تكملش خمس دقايق حد والمسألة سهلة ما تكسلش لمصلحتك أنت مش لمصلحت أي حد تاني